بسم الله السلام عليكم متتبعين الكرام كنتمنى تكونوا بخير اليوم سنجدو شبكية لهاد الوصفة كنحتاجو كيلو ديال فورس مغربل كأس ديال الزبدة دائبة ومحيد منها البن مقياس كأس العنبة كأس مع مرش ديال الزيت نباتية قبصة ملح ملعقة قرفة مطحونة ومغربلة ملعقة نافع مطحونة ومغربلة كأس ديال العنبة ديال الزنجلين منقي مغسول محمص ومطحون ومغربل كأس ديال اللوز خضر مطحون ومغربل هدا بالنسبة المقادير اللي سنرملو فيها الشبكية ونغطيوها ونخليوها تبات اما بالنسبة الغد فقد نحتاجو كأس ونصف ديال ماء الزهر وربع كأس نصف ملعقة زعفران للون نصف ملعقة خميرة العجن يمكن تعويضها بخميرة الحبيبات بشرط ندوبوها ملعقة صغيرة من خميرة بيكن باودر صفار بيضة وملعقة من المسكة الحرة اما بالنسبة للقلي فنحتاجو زيت نباتية كأس من زنجلان منقي ومحمص ونحتاجو عسل كيف مما كنت حضرت معكم في الفيديو سابق بسم الله على بركة الله هذه المقادير البنات نحتاجوها حتى الغد لا داعي نقربها والان سنضيف كيلو الفورس كأس الزبدة تكون باردة ونحيد منها اللبن ملعقة كبيرة غرفة مغربلة قليل من الملح قصة كأس من الزنجلان قليل منقي مغسول محمص مطحون ومغربل كأس من اللوز خضر مطحون ومغربل معلقة كبيرة من نافع مغربلة وكأس مع مرش من زيت المائدة الآن سنضيف جميع هذه المقادير سنضيفها إن شاء الله تبات حتى دخلنا الفورس ونضيف العجين والطبا التي نريد ونخدمها وباقي المقادير سنحتاجهم للغد من اللي سنعجن العجين لنا فهي سهلة مقادير صغير تكون مضبوطة وإن شاء الله ستنجح معاكم بالأصابع وبالكفوف سنضيف هذه المقادير كاملة ونغطيها ونخليها إن شاء الله تبات حتى الغد وعد غدا نضيف عليها باقي المقادير 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 الآن سنضيف الجزيف ونغطيها ونجعلها تبات وغدا إن شاء الله متلاقوا لكيف سنجمع العجين ونقلي الشبكية بعد ما نجعل الشبكية ترتاح الليلة كاملة والمقادير تدخل في بعضياتها اليوم سنعجنوها سنضيف الماء الزهر الزهر ونضيف الزهر 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 للون سوف نقوم بسخن جيدا إذا كان الجو بارد سوف نقوم بسخن جيدا لنقوم بسخن جيدا لنقوم بسخن جدا سوف نضيفه خميرة العجن وكيف الماس بطلية وغز سوف نعوضها الخميرة حبيبات بالشرط أن ندوبها نضيفه الخميرة الكيموية سوف نضيفه سفار بيضاء ومعرقة صغيرة من المسكة الحرة نطحنها مع شوية سكر غلاسي الزيج الماء الخل والزهر والزعفران سوف نضيفه وهو سخون لنضيفه الزبدة لن نضيفه حتى يبرد ونضيفه حتى الغلايا سوف نضيفه ونضيفه العجين سوف نضيفه ونضيفه ونضيفه سوف نضيفه العجينة هذه هي تجمعات معي فقط 1-5 دقائق لتجمعها قليلا ونضيفه 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 الآن نضيفه قليلا 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 ونضيفه قليلا 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 ونضيفه لتجمع 10 دقائق ونضيفه 10 دقائق قليلا فهي تأتي كارطبة سهلة لنضيفه الآن نضيفه لنضيفه منها 40 لتقطع قليلا او لا لنضيفه 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 بهذا الشكل البنات نضيفه ونضيفه 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 لنضيفه هذا طريقة نضيفه لنضيفه هذا الصدر ونضيفه من الوقت لنضيفه حيث مضيفه ونضيفه ونضيفه سوف نضع البنات المدة خمسة دقائق وهذه ثاني مدة اولى 10 دقائق ثانية خمسة دقائق سوف نسركها ونضع البنات بعد مرتاح العجين المدة خمسة دقائق سوف نسرحها مقاس حش نضع البنات نضع البنات نضع البنات نضع البنات هذا العجين سوف نضع البنات نضع البنات على البنات كبير جميع العجين من نفس الطريقة سوف نضيف محيط أخرى سوف نضغر فيها سوف تشد الفرم الذي أريدته سوف تقطعها لأربع قطعة وكي لا نشف معنا البنات العجين سوف نضغرها قطعة طريقة ونضغطها لن نشف معنا وصلت هذه هي سوف نضغر فرم المصطف نضغطها سوف نضغطها ونضغطها ونضغطها ونصوب غير نسخة و نسخة قمنا بماكينة نسخة نسخة تقوم بوضع لدينا مكينة لن نسخة لدينا مكينة قطعة نسخة و نبتل نعودها في النمرة سبعة و نعودها في النمرة أربعة و كل وحدة البنات و على حساب الماكينة اللي عندها نعودها في النمرة أربعة نحن نفعل الماكينة لكي نسهل العمل أما بالنسبة للبنات اللي لا يوجد الماكينة فأنا الآن سوف نوريهم نستعمل الجوانب فتحسن جوانب للزائلة و نستعمل جنب و نستعمل وجوانب و نستعمل جوانب و اخرى سوف نجدها و اخرى سوف نجدها هذا هو الجوانب التي خسرت معنا و اولا سوف نقوم بها نقوم بها 1 جوج 3 4 5 6 نقوم بها 1 جوج 3 4 5 6 نقوم بها نقوم بها نأخذ الجوج الولين و اضع عليهم الجوج الاخرين و اضعوا الجوج الاخرين جوج نضعوا الاخرين و 5 و 6 و نقوم بها و نصد الناس جيدا و بعد نضعوا و هنا و نجروا و نقلبوا الشباكية بها و لكن بعد ندفعوا ندفع جهة الوسط قد الجوانب و نضع نأخذ أخرى جوج الولين نضع لهم جوج الثانين و نضع جوج الثالثين و نضع أطراف بهذه الطريقة نخشي سبعنا هنا و نخرج شبكياتنا و نضع الأطراف و نضع الجوانب و نضغط جهة الوسط نضع أخرى نضع الجوج الأولي و نضع جوج الثانين و نضع جوج الثالثين و نضع الأطراف نضع عليهم جيدا بها الطريقة نخشي و سبعنا هنا و نخرج هاجين بها الطريقة نضع الأطراف و نضع الجهة الوسط هذا الشكل نضع لنا متساوي من نفس الحجم و من نفس الطريق بالنسبة للبنات الذين لا لديهم الماكينة الشباكية يستعملون غير المدلك بشرط انهم يسرحوها مزيان لا يجعلوها غليظة حيث ما زال ستنفخ معانا في القلي يحاولوا يدلكوها بشكل متساوي لا تجيش غليظة و جهة رقيقة نضيفها 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 لا يجعلوها غليظة ولكن في العدارة تجيش و يقاسح و بنفس الطريقة التي تجزلنا في الماكينة نضيفها جوانب زائدة نضيفها 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 نقطع 1 جوج 3 4 5 5 6 نقطع 1 جوج 3 4 5 6 نقطع و بنفس الطريقة التي تجزلنا فيها شباكية الماكينة نضيفها و نضيفها 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 جوانب جيد و نضيفها و نقلبها شباكية نقضيها الأطراف و نضيفها في الاتجاه الوسط فهي تأتي بهذه الشكل نضيفها نضيفها جوانب الزائدة إلى نبغينا بنفس الطريقة نضيفها و نضيفها نضيفها و نضيفها و نضيفها إلى مرحلة القلي ثم شبكت شباكية كاملة البنات فأنا نضيفها لكي القلي دافئ و لا تكرم معي و تخسر الآن نضيفها فهي تعطي كمية وفيرة نضيفها و الآن سأغطيها و سأبدأ نأخذ غير من الجنب الزيت سيكون بنات سخونة جيدة و العسل حتى هو الذي كنت تصابت معكم من قبل هذا هو سخنته سنقص عليه سنجعل البوطة كما ترى مهيلة و سنجعل طول الوقت سيكون طيب فيه شباكية و خاصني لدي صفاية و الكسكاس سأستعمل هذا البرمق و الكسكاس و الكسكاس لكي نضيفها شباكية ثم نضيفها و نضيفها في العسل فأنا سأضيفها في الكسكاس لكي تصفى العسل هنا و تبقى معنا من المقادر كأس الزنجلاء محمص سوف نضيفها شباكية في الأخير قام معنا نرى المراحل بسم الله كرمي و الشباكية هنا الزيت كما قلت يكون سكوم من قبل يكون شباكية و يكون سكوم جيدا لا يشفاكية و لكي لا تغلب علينا نضيفها 8-10 و لا نضيفها و لا نضيفها و لا نضيفها حتى تحرك ساعدنا و نضيفها و نضيفها 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 فشباكية اجري في شباكية و نضيفها ونضيفها مصفى بهذه الطريقة نضيفها خلال نضيفها و هي شيئ و نضيفها نضيفها ثم نضيفاً 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 نضيفاً ثم نضيفاً مع الشباكية سوف يسخون معي لكي يفق فيها سوف نكمل باقي الشبكية سوف نطلقها معكم في الأخير لكي نرغيكم في المرحلة نهائية بعد ما كملنا الشبكية لنا فهي تأتي على هذا الشكل نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم و لا تنسوش تدعموني على قناة نجاة زيانية كما ترون فهي تأتي هذا الشكل رطبع تدب في الفم وبسحوا الراحة